تضمن لفرقة الابياري انها تكمل في الانتاج المسرحي تقدر تكتشف موهبة اتنين تلاتة اربعة خمسة ويتحطوا في ادين المدير الفني الشاطر العارف هيتعامل معهم ازاي ويكبرهم وينورهم فينجحوا فالناس تقبل عليهم فنلاقي في قنوات بتقبل فيما بعد ذلك على والله استاذ احمد احنا عاوزين نتعاقد معك علشان احنا عاوزين الموسم المسرحي بتاع الموسم الحالي بس الوحيد اللي ممكن يعني اعمل معاه المغامرة دي ولو خسرت مش حابق ازعلان ولو كسبت يبقى هو اللي حيبقى كسبان هو ابني طرق الابياري حلو غير كده يعني السوق بتاع المسرح او بتاع السينما او بتاع المسلسلات او الحكاية يعني انا اقول طرق الابياري عشان ابني لا لان احنا احنا اصبحنا في زمن يمربي في غير ولدك واخبالك فاللي بيطلعوا اول ما بيشم نفسه اول حاجة اول حاجة بتلاقي ناس اللي هما اساسا ما عندهمش حب المغامرة ولا هما دفعوا حاجة يبتدوا يتكلبوا حول هزا النجمة او هزه النجمة وايه وليه شغالة في المسرح ده على طول عندي كده ده العادي ده وايه الدكورات اللي انتو شغالين عليها دي وايه الملابس اللي انتو عاملين هدي وايه المي يكرهو ويصوروله ان هو هيسيب هذا المستنقع الى اه اه يعني جنة الله على الارض انا عانيت من ده كتير جدا رغم انت لما تبص على مسرحياتي هتلاقي دكورات عاملها اهم مهندسين ديكور في تاريخ مصر هتلاقي الملابس من مصممة الملابس من أشهر واحدة أو اثنين أو ثلاثة إنما هو عملية إنك أنت تطلع النجم أنت بقى لازم تحتكره ما هو طارق مش هيطلع لوحده في المسرحي ما هو طارق مش هيبقى لوحده في المسرحي لا ما أنا عملت أنا عملت أنا مش بكلم على طارق أنا أنت عاف أنا بديك مجازا يعني أنا من عملت مصرح وكان طارق في المسرحيات بتاعتي يعني عملت كم مصرحيات عملت آخر ثلاث مصرحيات أو آخر أربع مصرحيات طارق يعني كان تقريبا شبه بطل بس عشان ما يتقلش إن أنا مبض يعني مدينه دور المطولة مفردوا عشان أبني آخر مصرحيات هو اللي أخرجها لسامير غانم هو المخرج بتاع المصرحيات أما ليه هو سامير غانم اللي اختاروا أنا كنت جاء بمخرج كبير واتفقت مع سامير غانم فوقت بيه بقى كنا في الساحل بعد ما رجع من الساحل قال لي لا أنا مش عايز أنا عايز وقال لي أنا عايز طارق وطارق هو اللي سيخرج المصرحيات وجبنا طارق وقعد مع سامير غانم وطارق شاب دارس مسرح كواس جدا وسينما كواس جدا وأخرج فيلم وأخرج مسرح وأخرج كل شيء وعمل له المصرحيات الأخيرة على مستوى عليه جدا لكن أنا في الآخر أنا لو حبيت أعمل ده ما فيش منع أن يبقى طارق وكل واحد شطر تجيب مين مع طارق في مسرح أيه؟ يعني مين اللي بيلفط ناظرك؟ قول لي ثلاث أسامي مش أقول لك أربعة قول لي ثلاث أسامي أنا لو قلت أساميهم مش هيجوا بعد كده ليه؟ لأنه هو بص أنا كنت في المسرح أعمل أفيشات محمد نجم الله رحمه وكان يحكي لي يعني فبيقول لي أنت بتعمل أفيشات في الشوارع أنا موجعش دماغي أنا أروح لشركة الإعلانات قول لهم أي أفيش حط أحمد الإبارة يحطوني جانبه أنا معرفش فين أنا بقى كنت بنائي الموقع والزاوية وأفضل طول الليل بالعربية ومعايا المساعدين بتوعي وأروح أقصى قاهرة وأقصى الجيزة ولو في اسكندرية أطلع فين وانزل فين وأختار مواقع محددة وصور وأعمل وهو بقى النجم يقول لك أنا أتعب بالنفس دي أنت حطت فين وقلت أنا بحطوني جانبه فهو الحدوتة كده أنا حخترت ثلاثة أربعة لقلت أساميهم مش حلاقيهم بكرة مش حلاقيهم إنما طارق حيقول لي يا بابا في فلان تصل بي أقول له استنى شونا طارق طبعا عندي سؤال أحدك أنتكت مسل لسايد زيه أه طبعا وكتير ما شاء الله عملت له وأنجح مصرحيات حلوة قوي كنت لسا أقول لك كده وأنجح مصرحيات وما شاء الله كان الجمهور يبقى موجودة مصرحيات ونجم ونجم الناس دي لي ما شافتش نفسها على لا لأنه دل بص لك حاجة الناس دي مش مش دول خلاص دل ما فيش حابة الأطعية دي مش موجودة الأطعية دي بتاعت العالم دي كلها وربنا يدي الصحة لأحمد بدير كمان آمين آآ بص أقول لك الحاجة الناس دي لا 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 موضوع تاني خالص هو فاهم قيمة المؤلف فاهم قيمة المنتج فاهم سامير غانم مثلا يعني أنا أنا ما جبت سامير غانم وبعد كده لما اشتغل معي من سنة 1999 لغاية 2021 كان أي حد يخش سامير غانم يقول له يكلمه في مشهد أو يكلمه في ورقة عندك أحمد الإبياري اذهب تكلمه يعني ما تجيش كلمنا هذا الجيل ده بتاعه أصول برضو يفهم فاهم يعني إيه هو يعني أنا حدودي إيه وهو حدوده إيه إنما أنا ما أقدرش أنا أشتغل أنا أنا للأسف يعني وصلت المرحلة إن حتى بعض بعض الناس اللي طروا على إيدي واحتجابهم في آخر مصرحية الظهر عندما يلعب اتلعب بي لعب يعني وانا باعرض يجي لهم عرضي في الأردن فتقولك تقولك مش يقولك تقولك أنا عندي ثلاث يام في الأردن أيوة والمصرحية أصلا أنا أنا باخد كم أنا باخد هناك هاخد قدي كده طب مش فيه تعاقد يا بيه تعاقد مين تعاقد مين تعاقد مين أنا مش عايز أتكلم ومش عايز أفتح المفروض نلقابة تحميني مزبوط طبعا لا أغير الممثلة وأجيب ممثلة تانية تحفظ الدور وديها مبلغ قدي كده عشان طبعا بتعمل بروفا ولا بروفتين وتشتغل ثلاث يام بس طب أنا جايلك ليه هتديني كام أنا بقول كلام صريح يا بالعقد فين عقد مين يا أستاذ عقد مين شرط جزائي مين الكلام ده مفيش مفيش كلام مين ده يعني عقد إيه لا يعتد بيه يا بي أنا كنت عمل مصرحية اسمها راسمي فاهمي نظمي ايه ها ومصرحية نكحة جدا وجات البطلة قالت أنا مش عايز خلاص خلص الموسم الشتوي اللي إحنا مستحملين فيه الغلب كله في الشتاء عشان نوصل للموسم الصيفي ها ماشي عشان هو ده اللي حيسدد لي فلوسي جميل فوقت بالممثلة بتقول لا أنا مش عايزة الشغل إزاي مش عايزة الشغل طب ايه عقدة بيقول ايه إنها تشتغل طب لما خدت مثلا جبت النقيب في المسرح حلو وجبت معاه أه الأستاذ إيهاب فاهمي عدوا نقابت ميانة تمثالية ماشي جميل ومش عايزة تقبض مش عايزة تقبض المرتب بتاعها استغربت جدا انتو من أسادزة اتفضلوا المرتب بتاع انتو أول مرة تعرفوا حاجة ان دايما الممثل بيشتكي ان منتج ما تفعلش حقيا انا اللي بشكي الممثل مش عايزة ااخد فلوسه ممكن تاخدوا فلوسه خلاص ليه قلتولهم لان هي عايزة توقعني في غلط ان انا مدتهاش حقها وبالتالي تفسخ العقد ومش عايزة تيجي تقبط فلوسها الممثلة دي مش حقول اسمها خلاص فاتفضلوا الفلوس علشان يبانى اثبت حقي واثبت ان انا دافع حقها وبالتالي مش من حقها انها تفسخ العقد حلو مش هنا بالاصول اهو اه ها دي نقعد معاك اهو من ساعت ما فتحش فيش حال ما فتحتش غد الوقت